اشتركوا في القناة بنسبة 0.3 خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بيونيو من سنة 2022 المندوبية أوضحت أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الأسعار بـ 1.3% في قطاع صناعة السيارات وبـ 4.2% في صناعة الورق والورق المقوى وبـ 0.8% في صناعة الأجهزة الكهربائية وبـ 0.1% في الصناعة الغذائية والصناعة الكيموية وصناعة منتجات البلاستيك والمطاط أفاد بنك المغرب بأن وطيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المال ارتفعت على أساس سنوي من 3.9% إلى 4.6% خلال شهر يوليوز 2022 بنك المغرب أوضح في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2022 أوضح أن هذا التطور تميز بارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.6% بعد 3.3% والقروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 7.3% بعد 6.3% وفيما يتعلق بالديون المتعثرات الأداء فقد انتقلت وطيرة نموها السنوية من 4.8% في يوليو إلى 6.4% في يوليوز فيما بلغت نسبتها 8.8% التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع نظره المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة الألمانية برلين للحديث عن عدة ملفات وقضايا أهمها الأمن القومي وسبل التعامل مع أزمة الطاقة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي واللجوء إلى اختيارات أخرى بدلا من الغاز الروسي كشف مكتبه لإحصاء الاتحادي عن ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا خلال غشة الجاري مسجلا نسبة 7.9% على أساس سنوي المكتب عزهدي الزيادة في معدل التضخم لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص ومن شأن معدلات التضخم المرتفعة أن تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين حيث أبرزت استطلاعات رأي أن العديد من الأسر الألمانية قللت استهلاكها بالفعل بسبب ارتفاع الأسعار نهاية النشرة الاقتصادية لليوم شكرا لكم مشاهدين على والتي بي متابعة! ويعمل الله!